بسبب موجود كورونا الثالثة قرار رسمي بخصوص شهر رمضان للموظفين والطلاب في البداية جبل ما ابدأ بس في الفيديو حابب اوضح ان انا كل الاخبار اللي بنقولها بنقولها اخبار بتكون موثقة ومن مصادرها بحب انجل الخبر وانا متأكد منه مليون في المية وده الحمد لله ده اللي مسبب عدد الاشتراكات الكتير اللي موجودة في القناة وكمان عدد التواصل اللي موجود من الناس اتمنى لو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة ولو مشترك دوس لايك ولو عندك اي تعليق بخصوص الفيديو سبهولي وانا هرد عليك وهتواصل معاك ان شاء الله حصلت مطالبات كثيرة في الفترة اللي فاتت بخصوص شهر رمضان في ناس طلبت بتأجيل الدراسة في ناس طلبت بتخفيف المناهجة حاجات كتيرة حصلت الفترة اللي فاتت لكن منذ لحظات صرح مجلس الوزراء بعدة قرارات اول قرارات بالنسبة للموظفين انه من حق الموظفين التناوب التناوب هو طبعا نعمول التناوب بس هو يقصد ان في بعض المدارس مفاش تناوب اللي هو ايه يعني بعض المدارس ممكن ياخدر المدارسين اجازة تلات ايام وتلات ايام اسمها اجازة نصف اجر يعني ياخد نصف الاجر وياخد تلات ايام اجازة وياخد نصف الاجر بتاع المرتب ده بالنسبة للموظفين دي مبدئين اما بالنسبة للموظفين برضو فيه حاجة تاني وهي ايه وهي اني في شهر رمضان هيتم تخفيض الدراسة للجامعات بالنسبة للموظفين في الجامعات هيبقى تخفيض الدراسة بنراعاة تخفيض الدراسة الوزراء صرحت بكده انه هيبقى فيه تخفيض للدراسة وجالوا اني بالنسبة للطلاب الجامعيين هيبقى فيه تخفيض لساعات العمل والاكتفاء بساعات الالاين في الوقت ده يعني هيبقى فيه تخفيض لساعات العمل وطبعا زي ما انتم عارفين ان الكليات العملية بتاخد اربح ايام والكليات النظرية بتاخد يوميا طبعا ده اللي بتقول لجالة وزارة التعليم العالي لكن وضحت الوزارة انه في شهر رمضان هيتم التخفيض بقدر الامكان بحيث يكون الوضع يعني سهل شوية بالنسبة للسيام عشان الطلاب والطالبات بيبقوا صايمين فهبقى فيه تخفيض اتمنى ده القرار اللي طلع منذ لحظات بخصوص شهر رمضان بخصوص الموظفين والطلاب طبعا فيه مطالبات في الوقت الحالي بخصوص طلاب المدارس انه هو يتم تخفيض الدراسة ولكن وزارة التعليم صرحت وجالت ان احنا عاملين بالنسبة للطلاب في المدارس ان الطلاب من حاجة ان هي تقعد في البيت والطلاب تاني من حاجة ان هي تروح المدرسة فما فيش داعي للاجراء ده ان احنا نعمل تخفيض لساعات العمل او تخفيض للدراسة في الوقت ده ده كلام طبعا ده حتى الان احنا عارفين ان وزارة التعليم بتطلح قرارات وتاني يوم بتتغير فاحنا في انتظار قد يحدث تغيير في الايام القادمة بالنسبة لتخفيض الدراسة او تقليل ساعات العمل في شهر رمضان احنا في الانتظار ولو في حاجة انا برضو هبلغكم بيها اول باول ان شاء الله اشتركوا في القناة